اهلا بكم في اولى نشرتنا الاقتصادية اكدت سفيرة الجمهورية تركيا لدى مملكة البحرين حاتون دمرر السعية بلادها لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين والتركيز على قطع السياحة لاستقطاب المزيد من السياح البحرينيين الى تركيا جاء ذلك على هامش لقاء نظمته السفارة التركية مع وكلاء السفر والسياحة لمناقشة ابرز التحديات التي تواجه الحركة السياحية بين البلدين وطرح حلول جديدة لزيادة السياح والاستفادة من التسهيلات المقدمة في كل الجانبين للزوار واكدت السفيرة التركية ان بلادها ستعمل في الفترة المقبلة على تعزيز دورها كوجهة سياحية وعلاجية ورياضية وثقافية الى جانب موقعها الجغرافي الذي يخويلها لان تكون مركزا مميزا للمؤتمرات العالمية تعتبر السياحة قطاعا في بلغ الاهمية بالنسبة لاقتصادية العالم وبخاصة لمملكة البحرين والجمهورية التركية ولذلك دعينا العديد من وكالات السفر والسياحة البحرينية اليوم لمناقشة ابرز التحديات التي تواجه حركة السفر والسياحة بين البلدين الصديقين وإيجاد طرق جديدة لتعظيم منافع السياحة الاقتصادية وزيادة عدد السواح من البحرين الى تركيا